أيضا هذا المثال على الحالة الثالثة وهي متبينة تحتوي على كسور والمقام في X لو بصيت هنا هلاقي الراجل أعطيني المثال ده كله في طرف واحد أعطيني المثال ده مختصر أعطيني المثال ده البسط والمقام متحلل فكله أنا هعمله أنه هجيب أصفار البسط وأصفار المقام فلو بصيت هنا أصفار البسط البسط ألاقي إمتى يساوي صفر لما X ناقص 2 تساوي صفر يعني X تساوي 2 أيضا لما X زائد 1 تساوي صفر يعني X تساوي صالب واحد أما أصفار المقام فهي X زائد 3 تساوي صفر يعني X تساوي صالب 3 أو X زائد 4 تساوي صفر يبقى X تساوي صالب 4 يبقى أنا عندي صفرين للبسط وصفرين للمقام أكتب قط الأعداد وابتدأ رتبهم ألاقي هنا سالب 4 يليها سالب 3 يليها سالب 1 يليها 2 هتلاقي منطقة من 2 إلى ما لنهاية منطقة من سالب 1 ل2 منطقة من سالب 3 لسالب 1 منطقة من سالب 4 لسالب 3 ومنطقة الأخيرة من سالب ما لنهاية إلى سالب 4 تعالى ندرس أشارة المقدار اللي هو الطرف الأيصر على هذه المناطق فليكن ناخد X تساوي 3 فلو أنا عوضت فوق هنا عن X تساوي 3 هلاقي ناخد على جنبي كده لو X تساوي 3 هلاقي البسط 3 نقص 2 يبقى موجب 1 فيه 3 زائد 1 ب4 موجب المقام هيبقى 3 زائد 3 يبقى 6 يبقى موجب فيه 3 زائد 4 موجب يبقى ناتج في الآخر موجب على موجب موجب لو أنت عوضت هتلاقي دي سالب موجب سالب موجب تأكد بنفسك أنك تاخد قيم في هذه الفترات وتعوض هتلاقي الكلام اللي أنا بقوله إشارات مزبوطة أسأل نفسي هو عايز الموجب والسالب أبص على علامة التابعين هنا لها أدبر من صفر أو موجب يبقى عايز الفترة دي والفترة دي والفترة التالتة إذن X تنتمي للفترات من سالب ملا نهاية لسالب 4 اتحاد من سالب 3 لسالب 1 اتحاد من 2 إلى ملا نهاية زي ما اتفقنا الملا نهاية والسالب ملا نهاية دائما مفتوحة أصفار المقام مفتوحة اللي هي سالب 4 وسالب 3 أخيرا البسط بتكون مغلقة إذا فيه يساوي وفعلا فيه يساوي يبقى السالب 1 وال2 فترات مغلقة يبقى الحل بتاع X تنتمي للفترة من سالب ملا نهاية إلى سالب 4 اتحاد الفترة من سالب 3 لسالب 1 مغلقة اتحاد الفترة من 2 مغلقة إلى ملا نهاية المثال الأخير نفس الكلام جايب لي كله في طرف واحد ومتحلل إذن أجيب على طول مباشرة أصفار البسط هي X تساوي 1 X تساوي سالب 1 دي أصفار البسط أصفار المقام هي X تساوي سالب 2 وX تساوي 2 دي أصفار البسط وأصفار المقام يبقى أرسم خط أعداد من سالب ملا نهاية إلى ملا نهاية ومثلهم على خط الأعداد سالب 2 سالب 1 1 2 يبقى أنا عندي 5 مناطق بالشكل ده كده أدرس إشارة هذه المناطق فليكن ناخد هنا موجود الصفر في المنطقة اللي في النصف فلو خط X تساوي 0 يبقى البسط الأولاني سالب في موجب على موجب في سالب هتلاقي الكلام ده سالب على سالب يبقى هي ساوي موجب هنا موجبة يبقى ده يبقى سالب موجب سالب موجب هو عايز أكبر من أسوات صفر يبقى الفترة اللي فيها الإشارة موجبة 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 يبقى الـ X بتاعتي تنتامي للفترة من سالب ملا نهاية لسالب 2 اتحاد من سالب 1 لواحد اتحاد من 2 إلى ملا نهاية اتفقنا ملا نهاية والسالب ملا نهاية دائما وأبدا مفتوحة أصفار المقام مفتوحة لسالب 2 و2 وأصفار البسط كل مغلقة إذا فيه يساوي وفعلا فيه هنا يساوي يبقى أصفار البسط هنا مغلقة وده يبقى الحل بتاعه عبارة عن اتحاد ثلاث فترات من سالب ما لنهاية سالب 2 اتحاد من سالب 1 إلى 1 اتحاد من 2 إلى ما لنهاية